بس خلالنا ننتقل لأخبارنا لليوم أول خبر معنا عن السعودية حيث قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب لوكالة أنباء رويترز أن المملكة العربية السعودية بتعتزم استقناف إصدار التأشيرات السياحية بحلول مطلع العام الجديد يعني 2021 وذلك بعد شهور من التعليق وسط قيود حكومية مشددة طبعا لمكافحة انتشار فيروس كورونا وبتهدف السعودية اللي فتحت أبوابه أمام السائحين الأجانب تحديدا كان بسبتمبر أيلول 2019 بدت شين نظام جديد للتأشيرات للزائرين من 49 بلد لإسهام طبعا القطاع بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 وأغلقت السعودية حدودها أمام الحجاج وأيضا السائحين الأجانب من 25 دولة على الأقل بسبب فيروس كورونا وحضرت في مارس أذار كل السفر من وإلى السعودية وقال الخطيب أنه قطاع السياحة تضرر بشدة ومن المتوقع أن يشهد تراجع بتراوح ما بين 35% و45% بحلول نهاية عام 2020 ولكن مثل ما شفنا أيضا أنه كان في تركيز كبير على السياحة الداخلية خلال الصيف اللي خفف شوي من الضرر وأضاف أيضا أنه هاي الجائحة خطر ممنهج أصاب الجميع وفعليا هو أصاب جميع قطاع الطيران حول العالم والسفر والسياحة ولكن بالسعودية شهدوا صيف قوي للغاية بعد فترة الإغلاق ما بين يناير ومايو رصدوا نمو بـ 30% على أساس سنوي في السياحة الداخلية واللي هو فاق كل التوقعات وساعدت حملة الصيف بالسعودية على زيادة متوسط معدل الإشغال في الفنادق إلى 80% تقريبا وروجت هذه الحملة لعشرة مقاصد سياحية من شواطئ وغابات إلى طبعا قمم جبلية ومناطق تاريخية كي يقوم المواطنون وحتى المقيمون بزيارتها بدلا من قضاء الإجازة خارج البلاد وفعلا هذا الترند اللي شفناه بقطاع السياحة حول العالم بسبب تعليق الطيران انتشار فيروس كورونا للأسف تأثر يعني قطاع الطيران والسياحة والسفر بشكل كبير وكانت من أكثر القطاعات تضررا ولكن شفنا أنه في ارتفاع أكبر بالسياحة الداخلية بالبلدان حتى بدولة الإمارات العديد من الأفراد صاروا يروحوا على أماكن مثل الإمارات الشمالية سواء كان رأس الخيمة وغيرها بسبب أنه ما فيهم عم بيسافروا إلى بلدان أخرى ترجمة نانسي قنقر